موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام الحدث اليوم من مدينة الصيف المناظرة التاريخية عبر قناة الهضاب تيفي تجمع خمسة مترشحين يمثلون القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي في هذا اليوم الديمقراطي صيف تنتخب صيف اليوم تخطو خطوتها نحو البناء والتجديد في أول مناظرة تاريخية محلية لتعزيز المشهد السياسي الديمقراطي موسيقى للإشارة فقط فإن الدعوة التي وجهتها إدارة قناة الهضاب لحزب جبهة المستقبل لم تلبى لظروف خاصة كل يحمل أهداف وأفكار وبرنامج يسعى لتجسيده على أرض الواقع للنهوض بالتنمية المحلية وإنعاش قطاعاتها بداية مع سيدي الممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني تفضل سيدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سعيدهم جداً اليوم بلقائي مع الإخوة ممثلين الأحزاب زملاء وأصدقاء المدينة أنا حمزة بن عيات ابن مدينة الصيف ابن السيد المجاهد عبد العزيز بن عيات ونحن في شهر الثورة شهر نوفمبر نترحم على شهدائنا الأبرار كما نتمنى الصحة والعافية لمجاهدين وأنا فخور وأعتز بانتمائي إلى هذا الحزب العتيد أتشرف اليوم بأن أقول لكم التفوا حول قائمة جبهة التحرير التي تضم ثلاث من الشباب العازمين والطامحين إلى النهوض بتنمية بلدية الصيف وكما نثمن ونشكر المبادرة الإعلامية الفريدة من نوعها من طاقم الهضاب تيفي وعلى رأسها شباب طموح شكراً لكم تفضل سيدي الممثل عن حزب حركة البناء شكراً لأخت كريمة على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخوتي السلام عليكم معكم الدكتور لعلى خلفها المدعو أحمد خريج الولايات المتحدة والمترشح عن قائمة حركة البناء الوطني القائمة رقم 003 وأكيد القائمة 003 على كل حال أشكر قناة هضاب تيفي على هذه المبادرة الطيبة وكنا دائماً توقين لرؤية قناة باسم الصيف ونرجو إن شاء الله ونتمنى لهم كل النجاح على كل حال أنا بعثني الدولة إلى أمريكا وتعلمت وبالتالي كمهندسين نحن مدينون لهذه الدولة وعملت بعدة شركات أجنبية وبالتالي مذبية الخبرة هذه ما تروحش وأنا خدمت في المجلس الشعبي الولاي والمجلس الشعبي البلدي عهدتين وبالتالي عندي ديراية لبأس بها في هذا المجال وبالتالي أنا أطلب المواطنين أن يعطونا ثيقتهم ويعطونا الأغلبية كي يمكننا من التغيير خطرش بدون أغلبية عموماً المجالس ما تمشيش كما ينبغي ولذلك نطلب منكم أيها المواطنون أن تعطونا ثيقتكم وشكر لكم ووفق الله الجميع إليك الكلمة سيدي الممثل عن حزب تجمع الوطني الديمقراطي شكراً سيدتي ذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أخوكم مسعود سماتي من موليد هذه المدينة وبالضبط في حيلانغار أولاً أشكرك سيدتي ومن خلال كل الطاقم القائم على هذه الحصة في قناة هضاب تيفي ونرجو من المولى عز وجل أن يثبتكم ونتمنى لكم أكثر نجاح والتوفيق والمزيد من التألق إن شاء الله لأن هذه الحصة لمكنتنا ونصررت اليوم بلقائي مع زملاء وأصدقاء من مدينة مدينة استيف الحبيبة زمالة يارم حاضرين اليوم على كل حال أنا مترشح عن قائمة تجمع الوطني الديمقراطي رقم 001 رقم 001 نحن عندنا برنامج ثري طموح وقابل للتنفيذ أخاطب ساكن الصيف وأتمنى أن يعطونا ثقتهم في حزبنا تجمع الوطني الديمقراطي لأنه كما قلت يعني عندنا برنامج وعندنا طموحات كبيرة وعندنا رغبة في التغيير أنا أتمنى أن تعطينا الأصوات أنتعكم وتذهبوا أولاً يوم 27 نوفمبر 2021 إلى صندوق الاقتراح من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة ونجعلها عرص في هذا اليوم بإذن الله وتعطينا أصواتكم لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ليحمل 001 والهدف واحد ووحيد وهو استرجاع البلدية وإحداث القطيعة ما بين التسير الماضي والمستقبل وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الكلمة الآن لك سيدي الممثل عن حزب حركة مجتمع السلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبينا الكريم أخواني الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة التي منحتموها لنا لكي نخاطب مواطني ومواطنات بلد السطيف فلكم الشكر ولكم التحية أنا أخوكم موراد مرواني مرشح عن حركة مجتمع السلم القائمة رقم خمسة هذه الحركة التي تحتمد في سيرها السياسي على المنهج التغييري السلمي الوسطي المعتدل من أجل استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية ونحن نسعى في حركة مجتمع السلم القائمة رقم خمسة إلى إيجاد تنمية مستدامة إلى إيجاد إطار معيشي ناجح لأبناء أبناء وبنات ونساء وشيوخ ورجال مدينة سطيف فنعتمد في ذلك على تسيرين راشد على كفاءات عالية ونعتمد فيها كذلك على الشفافية إذن هذه العناصر التي تمكننا من النهضة على مستوى بلدي تسطيف إذن أخوكم وإخوانكم مرشحي حركة مجتمع السلم لهم الرؤية الواضحة ولهم الطموح الخالص ولهم كذلك القدرة على تسيير بلدي تسطيف وجعلها من المدن التي بإمكانها أن تقدم الكثير لمواطنها فنطلب منكم ونرجو منكم أن تقفوا معنا ونحن نقف معكم من أجل تنمية مستدامة لبلدي تسطيف صوته على قائمة حركة مجتمع السلم 005 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الممثل عن حزب صوت الشعب فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشهر المسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لهؤل الشباب من قناة هيضاب تيفي العربية بالنمهيد يقول لك ألقوا بالثورة في الشارع يتقسوا على الجماهير ونقول ألقوا بالمبادرة للشباب وسترون العجب العجب بوركتم وجعلتم من هذه المدينة مدينة سطيف منار يقتدى به في المجال الإعلامي أهم من أهم المحاور المهمة لتثمين أي عمل وفضح كل الألعاب كذلك أنا نوردين معيوف ممثل عن قائمة تمتزج بين الخبرة والشباب قائمة صوت الشعب التي تشارك لأول مرة في استحقاقات البلدية لـ 27 نوفمبر 2021 والتي تتمنى أن تكون التجربة رائعة في أول خطواتها لأن اختيار كان اختيارا بدون أي خلفية كان كان تعمل جس وضع لشبان نتسهم فيهم الخير إن شاء الله قائمة صوت حزب صوت الشعب التي تحمل رمز 0 0 7 وأكد 0 0 7 تحمل على عتيقها رفع التحدي والتحدي هو وكما قال الأخوة القطعة مع الممارسات والسسير السابق الذي يحتمد عن الفكر الأحادي نحن نتمنى إن شاء الله بمعية كل الصالحين وكل الخيرين من المترشحين في باقي كامل القوائم أن نشكل مجلسا يحتذا به وليسا وليسا ذلك على الله بعزيز مرة أخرى شكرا لقناة هضاب تيفي أتمنى من ساكنة ومواطني مدينة سطيف مدينة الشهداء مدينة 8 ماي 1945 التي صنعت المعجزات في أيام حالكات وقادت ثورة من أكبر ثورات العالمية أن تكون قدوة لباقي البلدية الوطن حتى نرفع من قيمة هذا الوطن وجهتها إدارة قناة الهضاب لحزب جبهة المستقبل لم تلبى لظروف خاصة باعتبار مدينة سطيف مدينة اقتصادية وتجارية بامتياز ما هي أبرز الآليات الناجعة التي تضمنها برنامجكم في قطاع الاستثمار والتنمية شكرا سيدتي على هذا السؤال وكما سبق وقلت أن الصيف معروف تعتبر قطب اقتصادي والصناعي بامتياز وهذا معروف على مستوى الوطن نحن على مستوى حزبنا التجمع الوطني الديموقراطي عن أليات وعن برنامج سري في هذا الميدان ومن خلال سؤالكم أقول بأن لابد من المحافظة على الموجود يعني لازم نحافظ عليه ومرافقة ومرافقة كل المستثمرين أو الذين يريدون استثمار في هذه البلدية لأن بكل بساطة كان فيه يعني بس نتكلم بلغة الصراحة وبلغة الواقع هناك بيروقراطية نوعا ما على مستوى الجماعة المحلية فيما يخص استخراج الوثائق فيما يخص يعني نتكلم على سبيل مثال رخصة البناء يعني هذا الشيء الأولي فيما يخص هذا الخطوة الأولى من أجل الذهاب إلى عملية الاستثمار نقول بل لا مستوى على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي ولكن من نصيبنا إن شاء الله هذه البلدية سنحارب بالدرجة الأولى ظاهرة بيروقراطية حتى يتمكن المستثمر الصيفي أو من خارج أنه يستثمر وبكل ارتياح العفو وأقوله في نفس الوقت عندما نسهل عملية الاستثمار راح بطبيعة الحال نوفر مناصب شغل نقول باللي الصيف معروفها بالحركية يعني المواطن الصيفي معروف يعني إنسان يتحرك وبقوة يعني معروف من وقت من زمن طويل أنه سيدي الفاضل انتهى وقتك شكرا سيدي الممثل عن حزب حركة مجتمع السلم لو تمت تزكيتكم في هذه الانتخابات ما هو مشروعكم في قطاع الاستثمار والتنمية بسم الله الرحمن الرحيم نحن ننظر إلى الاقتصاد أو الاستثمار هو وسيلة ناجعة ناجعة من أجل التنمية المستدامة إذا قلنا تنمية مستدامة نقول اقتصاد قوي نقول استثمار قوي مدينة سطيف أو بلدية سطيف هي بلدية عاصمة في حقيقة الأمر هي عاصمة الولاية والولاية ككل هي عاصمة الهضاب العليا وحتى أن الولاية هي عاصمة تجارية بامتياز لذا أهم نقطة نركز عليها في الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري هو التقرب أكثر إلى أصحاب المشاريع إلى أصحاب المجالات الاقتصادية فنتقرم منهم أكثر لكي نكون جسراً بينهم وبين المواطن من جهة نسهل لهم عملية الاستثمار وعملية الإنتاج وفي نفس الوقت نحاول أن نجعل من المواطنين الذين ليس لهم شغل أن يتقربوا من هؤلاء ونكون جسر بين المستثمر والشباب الطموح في العمل هناك نقطة أساسية نركز عليها جداً جداً وهي قضية التكوين بدون تكوين لا نستطيع إقامة استثمار قوي النجاعة كلنا النجاعة هي في التكوين لذا نحن نركز من جانب على التكوين لإيجاد الكفاءة العليا من أجل إنتاج حقيقي من أجل تنمية حقيقية هذا من جهة ثم بعد ذلك نحاول أن نسهل سيدي الفاضل انتهى وقتك شكراً سيدي ممثل حزب جبهة التحرير الوطني إذا تمت تزكيتكم ما هي رؤيتكم في قطاع الاستثمار والتنمية بسم الله صلاة والسلام على رسول الله يندرج البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني لبلدية تصطيف ضمن التوجيهات الكبرى للحزب الأختنا حب نبسط لمساج للمواطن نادروا باللغة العامية نحن نادروا نقولوا والله المواطن غير يسوفري في البلدية والاستثمار هذا والمستثمار يواجهوا صعوبات من البيروقراطية كي الناس بالزيف حبا تستثمر إلا أنها تستثمر في أرض الواقع بحوالي كما كان يقول الأخ مسعود مثلا على مستوى البرويت كونسروير مثلا في أمورات تعمير وكذلك يعني الإنسان اللي يجي يبدأ مشروع يلحق للضراجة وأنه ييأس حتى يفكر أنه يبطل هذه حقيقة نعيشينها في البلدية وإنما الحزب بتاعنا إن شاء الله هو يفكر يفكر في أمورات لتسهيل وتبسيط الأمورات للمستثمرين الاستثمار هذا هو الحياة تنتعنا يعني المعيشية اليومية على هذا الأساس نرى في البرنامج التعنا الاستثمار رأوله أولوية كبيرة يعني من حيث خلق منصب شغل تثمين الممتلكات البلدية الأمر كنقول لك تثمين الممتلكات يعني المدخول انتعي البلدية رأهم الأمر هذا تثمين الممتلكات وش نقول الخويا الفكرة والتجسيد التي تح على أرض الواقع صعيب لكنه ما هوش مستحيل نرى كلنا عزيمة باش نعاون المستثمر على على السير على السير معه من أجل إنشح الاستثمار في البلدية وشكرا شكرا لك سيدي أحيل الكلمة الآن لممثل حزب حركة البناء سيدي الفاضي ما هي مخططاتكم التي يحملها برنامجكم فيما يخص قطاع الاستثمار والتنمية شكرا على هذا السؤال على كل حال هو لا يمكن استثمار بدون عقار وإذا ما كانش العقار وما كانش استثمار ما كانش مناصب شغل ونعلم جميعا أن الوعاء العقار بمدينة والله ببلدية ستيف قد استوهلك وبالتالي هون راح نجو المستثمارين ما يقدرش يجو المستثمارين كون ما يكونش وعقار في سنة في سنة في سنة هناك هناك عدة مناصب الشغل بالآلاف الأحيات تعشوف الكداد ديروا سفيها هذه كلها بنيت وشيدت على الوعاء العقار جديد ولكن هذا الوعاء راه الآن من المفروض أن البلدية هذه اللي فاتت كانت تقوم بهذا العملية تاع مراجعة المخط توجيه ذو كدو يجو المستثمارين ونحن نجو بلدية ما كانش عقار وين نجو وبالتالي العملية جد وحساسة وهنا للبلدية تدخل أنها تستعمل لزيوت ديربانيز بش توفر للمستثمارين يجو ذوك ما كانش عقار وين يجو المستثمارين يمشيوا على طريق الكالبيرا يعني ما يجيوش على طريق البلدية البلدية تسهل لهم وكتش تسهل لهم يكون كين عقار وبتالي هذا النقطة رأي حساسة جدا ولازم لابد على البلدية أن تهتم بهذه إذن نحن كنا ندخلون من أولويات الأولويات الأولويات هي مراجعة المخطط التوجيه للتهيئة أو التعمير الكلمة الآن لممثل حزب صوت الشعب سيدي ما هي رؤيتكم حول قطاع الاستثمار والتنمية بالنسبة للقطاع الاستثمار والتنمية هو قطاع جد حساس وهو قطاع يحمل في في جوانبه تنمية محلية وتنمية حتى وطنية ولكل مدينة خصوصيتها والراجل السطيفي بطبيعته إنسان يحب الاستثمار يحب يخدم يحب يلقى الجو المريح الذي بفضله خلق مناصب وهذا هو التميز الذي يخلق مدينة السطيف عن باقي المدن في عدة مراحل وأصبحت قطب استثماري للجميع من جميع أنحاء الوطن إحنا الإشكال وراه إشكال أنا إخوهنا في جميع الحزاب نتفق في شيء ما هو أننا عندنا مشكلة هو مشكل بيروقراطي وصاحبة لجاء الأعمال للاستثمار وحتى الصغار اللي عنده أفكار تتطلب شجاعة واتخاذ قرار وقوة اقتراح قوة اقتراح هل يشكون يديرها يديرها نظرة نظرة تشاركية مش نظرة تحيز بوع فقط ولا نظرة تعتعوح المجموعة كامنا في مجلس كين أفكار هذه الأفكار لو توفرت صح والله هذه مدينة السطيف ستصبح قطبا مرة أخرى وتستعيد مكانتها نشاء الله وهذا ما نأمله جميعا لأننا ببساطة 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 نحب هذه المدينة وشكرا من المعروف أن مدينة السطيف تحتل المرتبة الثانية من حيث التعداد السكاني لهذا هي تحتاج إلى تحسين الرعاية والخدمات الصحية فما هي سيدي أبرز النقاط التي تطرق لها برنامجكم في قطاع الصحة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبيين الكريم لما نتكلم على الصحة لننتكلم على أحد مقومات الحياة وقد مررنا في الأشهر وفي الأيام السابقة يعني ب محطة يعني مؤسفة جدا حيث أصبحنا نرى الأموات ولا نستطيع إنقاذه فحركة مجتمع السلم ستعمل جاهدة لإنشاء مستشفى جديد ببلدية سطيف لأن المستشفى الجامعي فهو مستشفى جهوي وبالتالي مستشفى جهوي من جهة ومستشفى من عهد الاستعمار فنحن نسعى وجاهدين مع جميع المصالح ومع جميع المؤسسات المخولة بهذا المجال من أجل إنجاز مستشفى يليق بمدينة سطيف هذا من جهة من جهة ثانية نرى أن التخصصات التي موجودة في بلدية سطيف أو التي موجودة في مدينة سطيف فهي تخصصات ناقصة ولا تستطيع ولا تستطيع أن تستوعب جميع الأمراض التي وجدت لذا نركز دائما وأبدا على التكوين الجيد نسعى نحن نسعى مثلا لما نتكلم على التكوين مثلا لما نتكلم على التكوين نسعى مع مع الجامعات نسعى مع الجامعات نسعى مع المؤسسات أنتهى وقتها سيدي سيدي الممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني لو تمت تزكيتكم في هذه الانتخابات ما هي رؤيتكم في قطاع الصحة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله تاتيمة لما جاء به الأخ في الميدان الصحة هنا شفنا على المستوى الوطن يعني ما وشغل على مستوى بلدية ولا يتصطيف للبلدية أنه في الجائحة هذه شفنا نقائص كثيرة وكثيرة جدا يعني أبسط الأشياء نحظناها أنها من جهة مثلا الأزمة التي صرت في الأكسجين أدت بحياة الكثيرين يأتي المناسبة يعني نشكر الأطباء اللي كانوا مقابلين هذه الجائحة هنا تصورنا يعني كما قال للأخ يعني فكرة هذه إن شاء الله هو لازم صطيف يكون عندها مستشفى يعني بشاسعة وقيمة بلدية صطيف يعني إحنا يعني كبلدية يعني كيلحقنا لهذاك الأمر وشفنا السبيطر تاع صطيف اللي من عهد الاستعمار كان العدد سكان قليل جدا صطيف راكي تقول لي بليراي الثاني على المستوى الوطني من حيث الكثافة السكانية إلى أن المستشفى هذا ميغطيش كل الاحتياجات ولذا نسعى ونسعى أن يكون عندنا مستوى مستشفى على هذا مستوى على برضا يسعى نسعى أن يكون لنا مستشفى وبكل التخصصات يعني مثلا نعطيك نعطيك شيء صغير مرة إحنا خرجنا في إطار الحملة الانتخابية على مستوى الحاسي مثلا السكان يطال بهم حاجة ما تقدرش تتصورها وشيء صال دسوة قاعت عيلياتها يعني حاجة دورية ديتو يعني تطلبش حتى إمكانياتها يقول لك أنا باش مثلا نروح ندي زوجة تعيونه بنيه يروح يضرب كبراء تستخدم لي أربع دفع انتهى وقتها سيدي سيدي الممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما هي أبرز النقاط في قطاع الصحة التي ركز عليها برنامجكم شكرا سيدتي على هذا السؤال الوجيه والذي يتعلق مباشرة بصحة المواطن والمحيط المعيشي يعني بصفة عمل المواطن أنا قبل الإجابة على سؤالكم أود أن أشير إلى أن الصحة مرتبطة بالنظر يعني في الرؤية التانية على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي سنعمل جاد دينا مجتهدين إن شاء الله لأننا ثقة تع شعب ومواطنين سيف سنسعى إلى الترقية وتعزيز آليات نظافة المحيطة بصفة عامة يعني كنتكلم على النظافة ننتكلم على التقليص عدد المصابين أو عدد المرضى الذي قد نتصور في بعض الأماكن من الشبه الحضارية قد يختلط المياه بمياه الصرف وإلى آخره أنا أقول سنعالج الأمر على مستويين مستوى النظافة عندما نتكلم عن النظافة يعني النظافة والتحسين إطار المعيشة بصفة عامة وكذا سنعمل مع كل المصالح الخارجية للدولة والجهات المختصة في هذا الأمر من أجل تسجيل عملية إنجاز مستشفى لكون على مستوى هذه الولاية الشاسعة أنا أظن القول وأعتقد القول أن البلدية يعني نقولها وبكل صراحة برغم الاستثمارات اللي كانت في هذا الميدان والمجهودات المبدولة من طرف الدولة من خلال إنجازات عظمى يعني فيما يخص البوليكلينيك فيما يخص السنتر دي سنتي فيما يخص كل ما هو مرفق عمومي مواجه للصحة نقول لابد من تعزيزه أنا أقول شيء يعني من خلال بعض الأبحاث وبعض الدراسات من الجهات المختصة يعني عنا في خمس سنوات المقبلة سينمو البشر على مستوى هذه الولاية يعني بثنين فاصل سفر كاسة انتهى وقتك سيدي سيدي الممثل عن حزب صوت الشعب ما هي أبرز النقاط التي تضمنها برنامجكم فيما يخص قطاع الصحة؟ شكرا على هذا السؤال الوجيه والذي لن أضيف أكثر مما قاله الزمالة والإخوة المترشحين لأن معالم المدينة هي نفس المعالم يعني مدينة ستيف نفسها نفس المعالم وكذا عندنا مثال بروفيرب صغير يعفظهم صغير يقول لك الوقاية خير من العلاج نحفظه يعني مطفول صغيرين مدرسة يراهي عندها البلدية عندها لدروا درقار على هذه المدارس التي تسياها والإستثمار هو الإنسان قبل ما يكون لو كان الطفول هذا صغير عن طريق المدرسة التي تشرف عليها مشي جدران فقط ولكن عن طريق الأفكار التي تسمح لهذه الأطفال يعرفوا ما معناه أنهم يبتعدوا عن الأوساخ يبتعدوا عن هكذا بسنقلل من جانب الأمراض هذا لا يمنع من أن البلدية لا تكونش مغلوقة على نفسها عندها شركاء وعندها اختصاصيين وعن طريق الندوات عن طريق الملتقيات الوطني وحتى ولم لا حتى العالمية يستطيع تجالب أخرى للملتقات حكذا بسن البلدية البلدية يصدف دائماً تحافظ على التوازنات بين الإنسان المستثمر يحب يستثمر في الصحة ويحاول تكون هو صحيح فيها ذاته لذلك الموضوع الشائق وهم خطركش ناتيكسي بميثال برك لو كان البنية التحتية تكون مخدومة مليحة تسربة تقضي على حوالي 80% من الأمراض الموجودة اللي راح يتناقلها هذا هو العمل تالب البلدية لذلك في كا سيتي في تحسين أولاً عمال هذين مقايمين في مواجهة هذه المختار يقدروا يمدروا الأكثر والبلدية تصبح بمنأة عن المخاطر التي راحين نعيشوا في هذا الوقت راحين نعيشوا مخاطر بشغرة هنا ولكن تأتي من أماكن انتهى وقتها سيدي سيدي الممثل عن حزب حركة البناء الوطني ما هي رؤيتكم في مجال الصحة شكراً للأخت فيما يخص الصحة هناك مدرية صحة إذا طلبنا بمستشفى فهذا المستشفى يكون على مستوى قطاعي وبتالي البلدية تحضر بطاقة تقنية وتشوف النقايش اللي رايكينا وبالي رأي المستشفى هذا من وقت للاستعمار سنسعى لتقديم بطاقة فنية للسلطات بشي جزدوا هذا المشروع خطرش بوش بمقدور البلدية أنها تنجيز مستشفى وإنما البلدية وين تتحرك تتحرك في الوقاية في النظافة تنظيف ودبو سلام تنظيف مثلا كوميسيون دي جين البلدية ستيف تمر على المطعم على الأسواق هذه الفوضوية القمامات التي رأيت في الشوارع إذن الوقاية هي كلش وسنعمل مع جمعيات ومع ومعيشة الناس والصحة للناس شبكات الطرقات قنوات صرف المياه المرافق العمومية والمؤسسات التربوية تعد من الأولويات الأساسية في البيئة الاجتماعية ما هي الميكانزمات المعالجة لهذه المشاكل حسب برنامجكم سيدي الممثل عن حزب صوت الشعب وبيت القصيد هي هذه المشاكل الأركي والله هذه الآفاق تعيي بلدية من بلديات هي التي تميز بين بلدية كيف أقول لك تخدم المواطن وبلدية يعيش فيها المواطن الغبن ومؤخرا مدينة ستيف شهدت تراجع كبير في جماليتها وفي خصوصيتها المدينة الجميلة التي كانت في يوم ما محجن لجميع السوح من داخل الوطن حتى من عندها نسبة كبيرة من الميغراسي ومن الميغراسي هنا في المصطيف يأتيوا يقضيوا العطل تهم هنا هذا كله متكامل الطريق شيء مهم وتهطر الطريق يجب الإصلاح إصلاح آلي ولكن هيئة مشرفة على الطرقات تابعة للبلدية المدارس المدارس نلاحظوا بأن هناك اكتظاظ كثير من الأقسام تلاميذ نظرا لأن المدارس بقات على حالها لا يوجد نظرة جمالية للمدارس في بناء المدرسة أصبحت المدرسة وكأنها كما يقول كاف الإشراف الإشراف التام للبلدية على النظرة الجمالية أو لمسة الجمالية المدرسة تعد كذلك شيء مهم جدا السكن الاجتماعية ليست من اختصاصية الاستيصاة البلدية لكن عندها لأن محاربة البناءات الفوضوية قبل وقوعها قبل ما تجي من ثم يساهم في تخفيف الأزمة التعلى السكن الاجتماعي كذلك تسوية بعض الأمور التي الناس رغم يعيشوا الأزمة الأمرين هذن جزائريين وهذن كما قال خضعت بهم الحاجة لازم يلاجم لكون هناك آليات لازم تكون لك قوة اقتراح المجلس البلدي هذا الذي يتابع الصم مع انهش اقتراح نمش يدير يعني سامل سيدي الممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني ما هي رؤيتكم في قطاع التهيئة الإقليمية والعمرانية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نحن رأينا يعني نشاهد يعني باللي كان تدهور كبير في مدينة الصيف يعني من كل النواحي ولذا ارتأت ارتأت برنامج حزب جبهة التحرير الوطني نلخصك في نقاط يعني باش نربح شوية الوقت رفع كل الإشكالات المطروحة في مخططات شغل الأراضي والإسرع في إعدادها إنشاء مؤسسة عمومية بلدية لتهيئة الحضارية متخصصة في الإنارة العمومية والطرقات والتأثيث الحضاري والنظفة والتي بدورها ستعمل على تهيئة الأحياء وتجهيزها بمرافق طرفهية مثل الأطفال لزردوجو إدخال تقنية حديثة لإنجاز وترميم شبكة الطرقات إعادة الاعتبار للحدائق العمومية مع إنشاء حدائق في الفضاءات الحضارية الجديدة ورد الاعتبار للنسيحات الخضراء إيجاد حلول للربط بمختلف الشبكات لسيما من خلال إعادة النظر في الاتفاقية التي تربط بين البلدية والدوانة تطهير الوطني لتطهير تحسين مخطط تسيير النفايات تفعيل مخطط تسيير وإعادة النظر فيه الصهر على تحقيق الولوجية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإحترام الصارم للتشريع الخاص بالتكفل بهذه الشريحة العامة في المجتمع وتمكنها في حياة نادية إنجاز وإعادة تحيئة المراحيض العمومية بالمدينة ووضعها تحت تصرف المواطنين هذول نقاط الأخت أنا اختصرت لك حاب نقول لك اليوم المواطن نرى يعيش في كاري ثامن حيث اه اه الطرقات الوسم الليل طوار ما كانش الإنارة ناقصة الأمر عن النفايات حتى نقول لك البلدية بمرافقة خيكوسات يعني تبدل في مجهود كبير إلى أن نلاحظ بللي نقوم بالتوعية توعية توعية للمواطن التجمع الوطني الديمقراطي ما هي رؤيتكم في قطاع التهيئة الإقليمية والعمرانية برك الله فيك على هذا السؤال ونقول التهيئة العمرانية ننتكلم على النسيج العمراني ونتكلم على المدينة أصلا ننقول المدينة يعني من خلال شبكة الطرقات ومن خلال التصميم تصميم يعني يقوم بها يعني في بعض الأحيان المواطن تصميم يعني عشوائي لا يمثل وما بنتش يعني لا رأنا في الريف ولا في المدينة ننقول بللي لازم إعادة النظر في قواعد يعني قواعد التعمير يعني من أساسها ننقول نذكر على سبيل المثال أن ستيف تقريب فيها شبكة طرقات أكثر من 600 كيلومتر نقول بللي المواطن ستيف اليوم مره يشك ويعاني من كما قال الزميل من الحالة التي آلت إليها هذه الطرقات وأيضا من خلال البناءات الفوضوية نقول بللي إعادة النظر في هذا الميكانيزمات أصلا على مستوى البلدية بوضع مخطط ناجح وذات رؤية مستقبلية يعني نقول نحن على مستوى تجمع الوطني الديمقراطي عنا تصور لأي وش من المدينة حابين نروحوا له وش من المدينة نروحوا له مدينة حضارية لازم يكون أدوات تتعال حضارة يعني لازم ندخل فيها أدوات عصرية من أجل تصميم بعض الأحياء نقول للي يراه موجود نحاول باش نرقعه باش يعني ينضم المجموعة ونحس صحب اللي راني عايشين في مدينة أما اللي راه جاي نقول على سبيل المثال نحن في الأوين الأخيرة وفي السنوات الأخيرة يعني الحمد لله يا ربي لطولة يعني نفست يعني كل السكنات الفرضية بعتت هائل من مختلف البرامج بحركة البناء الوطني ما هي أبرز الأسطر التي جاءت في برنامجكم وتطرقت إلى قطاع التهيئة الإقليمية والعمرانية شكرا لنا الأخيرة على هذا السؤال لا يخفى على الجميع أنه شيء لنظم مدينة برسكون جميلة هي اتباع قواعد التعمير ووسائل التعمير لزيوتي ديربانيزم لمنهم البيدياوي والبوس مخططات شغل الأراضي إذا كانت مخططات شغل الأراضي مضروسة مليح جي أحياء جميلة أما إذا كانت ولاحظنا أنها المخططات اللي تكون عارضة أما مخططات اللي تكون في الأراضي تعل البريبي دايما تلقى شوارع صغيرة هذه رحي ملاحظة كذلك بين الأحيار ما كانش حدائق ما كانش يعني حاجة كلش مكتظ الأسواق تشوفوا في المثال الأسواق فوضى فوضى كبيرة في المدينة نعمل على إنشاء أسواق جهوية تخرج على الوسط المدينة مثل سوق الخضر والفواكه مثلا سوق المواد البناء يكون في جميع التجار وجميع مواد البناء تكون على غير هذا السوق المرشيد تكون كذلك خارج المدينة سوق للفلاح وين يجي يجي البذور يجي كل المتزمة خارج مدينة سطيف كذلك قلنا إنشاء مرافق عامة واسعة بها يتنفس المواطن أرى كتظاظ كبير فيما خصة الطرقات كي المشروع كبير قامت به الدولة هو إعادة تعلمية قنوات تعلمية عودتها الدولة ويجي يحفروا الطريق ويحطوا القنوات ومعادة يعودوا ويزفتوها لا لا بينما الاعتمادات المالية موجودة وهذا رغم مشروع ضخم هاكم شتوا ستيف كامل حفرت وبالتالي إحنا ماذا بينا إعادة تزفيت مباشرة العرومي سون لطا على فوار يديروها وأنا ميديروها هايش لما رشي هذو مهم هايش كيفش يمشي إحنا سنصر إن شاء الله بخطرش اللهم المواطن وتعب مع الطرق هذا حركة مجتمع السلم ما هي أبرز المحاور التي سلطهم عليها الضوء في قطاع التهيئة الإقليمية والعمرانية بسم الله الرحمن الرحيم في مخص التهيئة العمرانية نعرف بلدية ستيف هي بلدية محوارية بلدية كبيرة جدا وهي عاصمة كما ذكرت في بداية الأمر المشكلة التي نلقاها اليوم في بلد ستيف هي قضية الاختناق المروري صراحة عايشين كارثة خاصة على مستوى مفترق الطرقات ولهذا أهم مشروع نعمل عليه وهو فك الاختناق على مدينة ستيف في مخص الاختناق المروري للسيارات الأمر الثاني هو تجديد حضيرة النقل الحضاري تجديد حضيرة النقل الحضاري اللي فعلا فيها يعني بيوس اللي فيها يعني قدم وبالتالي نسعى إلى تجديد حضيرة النقل الحضاري وبالتالي نسعى إلى إيجاد مكان آخر لمؤسسة نقل المسافري كذلك نسعى إلى فك العسلة على المناطق الشبح الحضارية والريفية الأمر الآخر الذي يراه مهم جدا وهو أنه في مخص موضوع الصفقات لإنشاء الطرقات أو تشديد الطرقات فنجد أن الصفقة تطول وبالتالي نحن نقتلح إنشاء مؤسسة عمومية بلدية مختصة في ترميم الطرقات الثانوية وطرقات الأحياء ونفس الشيء بالنسبة للإنارة تقريبا أنها أمر آخر وهو قضية البلان دوكيباسيون دوصول يعني البوز هو اللي يراهم دير مشكلة كبيرة والي محطة البلدية رأي عايشة هذا الأمر هذا سيدي شكرا تشهد مدينة الصيف ارتفاعا ملحوظا في نسبة البطالة جراء الانفجار المسجل لخريجي المعاهد والجامعات ما هي أوجه المحاور التي سجلها برنامجكم سيدي للحد من هذه الظاهرة لا سيما الحلول المقترحة في التنمية البشرية شكرا للأخت سؤال وجيه القضاء البطالة هو يأتي عن طريق الاستثمار وقلنا بالاستثمار يحتاج إلى وعاء عقاري لكل حال لنا لا زون لا ميغا زون تعويل تصابر نطلب ندون إن شاء الله يسرعوا فيها حتى يجيونا المستثمرين كذلك ماذا بنا تكون سطيف مدينة يدرها بلدية نموذجية بورسيك تكون نزون فرنش وهذه الأمور هي اللي راح تسجع الاستثمار خطاش ما نقدرش نبقاه منعزل وتبقاش الجزيرة منعزلة لنفسها دوبي طلعت بليزون فرنش جابل علي ما عنداش بيترول بسح طلعت بالتجارة ولذلك سنشجع لكل حال سنعمل هذا إذا جاوز صلاحية البلدية ولكن سنطالب عن طريق وعن طريق الوالي وعن طريق الوزارة لطلب هذه البلدية النموذجية نجعلوا منها إنزون إيكونوميك سبيسيال وين نجذب المستثميرين ونبدأ ربما بالمستثميرين الجزائريين اللي رأم في الخارج هم اللي يجيو هنا ويستثمروا وبتالي نمتص هذا البطالة خطرش ما نقدرش ذوك نمشيو نحلو المشكل عن طريق عطيه سيدي الممثل عن حزب حركة مجتمع السلم ما هي الطرق التي ستعالجون بها الوضع في قطاع الشغل والشباب بسم الله الرحمن الرحيم إذا تكلمنا على البطالة يعني نتكلم عن الركود الاقتصادي وإذا تكلمنا على البطالة نتكلم على الانحرافات ونتكلم على الحياة الهشة للمواطن فالبطالة أزمة حقيقية فالبطالة قد تؤدي بانهيار دول لذا منهجنا في إيجاد حلول للبطالة أولاً وقبل كل شيء لا علينا نعمل أو نجتهد لإيجاد مناخ اقتصادي جيد لكي بإمكانه أن يمتص البطالة والإيجاد المناخ الاقتصادي الجيد أولاً وقبل كل شيء علينا أن نبحث ما هي الوسائل التي بإمكاننا أن نجد هذا المناخ الاقتصادي الجيد المناخ الاقتصادي الجيد أولاً يأتي بالتشاور مع أرباب العمل يأتي بالتشاور مع المؤسسات الانتاجية توفير جميع التسهيلات المؤسسات الانتاجية من أجل امتصاص البطالة هذه نقطة أساسية وأؤكد وأؤكد مرة أخرى على التكوين لأن بدون تكوين لا نستطيع أن نكون الرجل المناسب في المكان المناسب إذن الأمر الأساسي لمعالجة البطالة هو إيجاد مناخ اقتصادي فعال بالتشاور بالعمل المشترك ثم التكوين ثم التكوين لإيجاد حل هذه البطالة في حركة مجتمع السلم العنصر التنمو الأساسي الذي بإمكانه أن يحقق القفزة الإنمائية أو التطورية هو الإنسان إذن فعلينا أن نبني الإنسان كلما بنينا الإنسان بنينا أجواء اقتصادية رفاهية انتهى وقتك سيدي الفاضل سيدي الممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني ما هي أبرز الحلول التي تقترحونها في برنامجكم فيما يخص قطاع الشغل وشباب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا المحور محور يعني نلحظه في الحياة اليومية يعني الناس كل رأي البيطالة ضربة أطمامها إحنا بالأمس باركونا في مناطق كما الحاسي وشوف القداد سؤاله ولكي قناله الانتخابات قلنا جماعة تدبروا لخدمة الخدمة كما قال الأخ في المداخلة تعو هذا الركود إحنا ما نقولوش الجائحة اللي كانت سبب إحنا من قبل عندنا الأمر نتاع البيطالة هذا ضرب أطنب ويخرجون ناس من الجامعات ما شاء الله بأعداد ووه وميلقاش الخدمة إحنا على كل حال للأمر هذا بلك شنقولو إحنا البلدية البلدية تكون عندها كما نقولو إحنا في القانون الجديد تاع البلدية بلكش تكون البلدية عندها إمكانيات أنها مثلا تقدر تبني مصانع وتبني أمورات لتخلق من خلالها المناصب تاع شغل الحد الآن البلدية عندها أمر محدود أنا نحكي لك على أمر كان لها ميجا زون تاع بيرونسا أكبر ميجا زون على المستوى الوطني حوالي 700 هكتار أنا حصل لي الشرف أني كنت في الشبك الموحد في العهدى كما كنت في اللابيوي ناس قادمة باش تخلق مصانع ومصانع كبار يعني في مختلف التخصصات في الدوا في الميطالورجي في إلى أنها البيروقراطية دائما نرجع لها أن الإمكانيات متاحة للاستثمار يعني من عند البريفيا باش من روحوش دائما من القيطاع العام قال القيطاع العام ما وفرش كان الناس اللي جيبوا المصانع من الخارج واتهي أنت على ميجا زون ونزلت المسجد بسبب البرميد لطير ولا البرميد كونسروير ولا أمورات إحنا كبلدية إحنا اللي بيقوس انتهى وقتك سيدي الكريم شكرا لك سيدي الممثل عن حزب صوتي الشعب ما هي النقاط التي صلتتم عليها الضوء في برنامجكم فيما يخص قطاع الشغل والشباب فيما يخص هذا السؤال وهو سؤال جد مهم وجد شائك وهذا السؤال استحضرني ما قلت الرئيس الرحل سعيم هو ربو مدنة رحمه الله إنما يقول أن القضية قضية الرجال لو حررنا المبادرات تبقى دائما متبر بمبادرات لو وضعنا ميكانيزميات للاقتراحات الاقتراحات التي تتبنىها الدولة وقد كما يقول المثال يوجد في النهر ما يوجد في البحر القضية قضية فلسفية إن فيل باري كما مدينة سطيف من المفروض ما فيها شبيطالة فيها أرض الخصبة تيرفيرتيل أرض السوداء عندها كل مميزة النجاح فقط قضية قضية أفكار هذا الأفكار لو كان يكون هذا الملجس يقدم اقتراحات كما يقول الإخوة للمحاضرين هنا ويتكون هناك مشروع لبلدية نموذجية لخلق نعطيك إجزامبل مدينة اللي فيها الثلج ما فيهاش منتج سياحي كيف تستنم لكي يكون هنا خلق مناصب شوار مدينة اللي عندها كل المواصفات ثقافية ورياضية لتقدر تستقطب كل خاصة أنا عنا نسبة كبيرة من سطيف ليران معروفين بالهجرة منطقة النية ومناطق وحبين يستثمروا بهذه المدينة محبة في هذا شيء إذن بروبلم هنا موش بروبلم بتاع أفكار إذن قدرنا نبلول هذه الأفكار ونجسدوها واقعين منقول نقضي على البطالة ولكن نقص بشيء كبير بالنسبة للبطالة وشكرا سيدي الممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما هي الأسطر التي تطرقتم إليها فيما يخص قطاع الشغل والشباب شكرا لهذا السؤال سيدتي الكريمة وأنا أقول بكل بساطة أن فيما يخص الشغل والبطالة على مسويين اثنين كين البطال وكين العاطن على العمل لازم نفرق ما بين هذا وذاك البطال هو لحمل شهادة جامعية أو شهادة كفاءة مهنية ومنقش العمل أما العاطن على العمل ما عنده احتاج شهادة تكوين أو جامعي أو إلى آخره ننقول بنسبة لنا في التجمع الوطن الديموقراطي سنشجع الشباب في مرحلة أولى أن يذهبوا إلى التكوين أصلا يجب أن يكون نفسهم لأنهم يجيوا في أغلب الأحيان يجيوا يطلبوا العمل يدخلوا ويقولوا ندير أي شيء يعني هذا النقطة الأولى أما فيما يخص على مستوى البلدية كان فيه مؤسسات ذات طبع اقتصادي والصناعي سنراجع بعض الآليات التي تسير بها هذه المؤسسات بحيث نصل إلى يعني لازم يكون فينا عقد عمل ما بين المداراء المكلفين بتسير هذه المؤسسات البلدية ذات طبع اقتصادي والصناعي يعني في تحسين البرامج سحم في إطراء البرنامج سحم وبالتالي رح يكون الدعم تعنا وبالتالي رح يكون فيه امتصاص إلى حد ما من البطالة أما الشطة الثانية من السؤال والبلدية كحيئة يعني قطاعية إقليمية للدولة سنقوم بمرافقة وتسجيع كل المستثمرين لكما قبل لتكلموا عليهم بعض الزملاء في مخص استثمار في هذه البلدية يعني نقول في الخمس سنوات التقريب القادمة يعني لحس بعض الإحصائيات بالمصالح التقنية تقول بلي لازمنا ستمائة قطار استدير باش نقدر إعادة بعد هذا الاستثمار في بلدية سيف ننقول هذا انتهى وقتك سيدة الكريم شكرا عاصمة عاصمة الهضب العليا مدينة رياضية كروية بامتياز بحاجة إلى هياكل ومرافق رياضية وبحاجة إلى مركبات ومراكز تدريب وتكوين وبحاجة أيضا إلى إصلاحات رياضية للنهوض بهذا القطاع سيدي ما هي رؤيتكم بهذا الصدد بسم الله الرحمن الرحيم نحن في حركة مجتمع السلم نعتبر الرياضة هي آدات تربوية للتضامن والمواطنة لذا أهم نقطة نركز عليها أهم نقطة نركز عليها هي تشجيع الجمعيات الرياضية على مستوى قطر البلدية هذه نقطة أساسية كذلك إنشاء الملعب الجوارية على مستوى الأحياء نفس الشيء بالنسبة للأنشطة الرياضية نقطرح أن تكون لدينا أنشطة رياضية موحدة على مستوى بلدية ستيف وبالتالي نشجع التلاقي بين المواطنين وبين الشباب في هذا الإطار الأمر الآخر نشجع كذلك الجانب التربوي في الرياضة لأن الرياضة مهيش ترميم أو تقوية عضلات لا فنعتبر كذلك الرياضة هي أداة تواصل بين الشباب وفيما بينهم وكذلك أداة تنمي الجانب المعرفي فيما بينهم هذا فيما يخص الرياضة بالنسبة للرياضة النخبوية كذلك فنحن نشجع هذه الرياضة لأنها يعني تعطي صورة أو صورة تعريفية لبلدية انتهى وقتك سيدي شكرا سيدي الممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني ما هي الخطوط العريضة التي تطرق لها برنامجكم فيما يخص قطاع الرياضة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمر تعل الرياضة هذا أمر شاهدناه يعني شيء يعني مطلوب جدا من طرف الشباب تعل المدينة في عدة نقاط باشي نربح شوية الوقت النقطة الأولى وتدارك النقص في المشاءات الرياضية من حيث الإنجاز والتسيير كنقطة مهمة مرافقة الأندية الرياضية في كل اختصاصات بتوفير الدعم المالي اللازم والحصص الرياضية تسريع وثيرة إنجاز الملاعب البلدية منها ملعب محمد قصان ليعد معلم كبير وطال الإنجاز داو مع تسريع وثيرة الإنجاز في إعادة الاعتبار لملعب حي 20.55 مع تدعيم الملاعب الجوارية الحالية بملاعب أخرى عبر مختلف الأحياء مثل بيرنسا عبيد علي قاوة القادمة بيناتس ونطرا كل آخر إعادة تهيئة وإنجاز قاعات متعددة الرياضات المغطات تحويل الأسواق المغطات هذه فكرة كان بعض الأسواق اللي ما همش ما نتوليزيو فيهم وشغول البراتيكم رام أبندوني إحنا حبينا نحولهم تحويل الأسواق المغطات غير المستغلة إلى قاعات رياضية إنجاز مضمار لألعاب القوة بحي شيخ العيفة مع إنشاء مضمار للفروسية إحياء الثقافة المحلي أبليت أنا أدخل في المجل الثقافي إذن إحنا مطلب مطلب ونروح ونلقو لجون سورة وليجون كما قال الأخ يطلب وليماتيكو وإنما كان حاجة يعني ونلقونا لجون صغار مساكن كي عدد شوية يدفع أموال مقابل لعبها إحنا ماذا بينا ماذا بينا في المجلس الجاي إن شاء الله يعني نصل المبلغ زهيد يعني على جال التسير باركسينا نقدر أنه ستأول نقلبه شكرا سيدي الممثل عن حزب حركة البناء الوطني ما هي أبرز النقاط التي يتضمنها برنامجكم فيما يخص قطاع الرياضة شكرا على هذا السؤال على كل حال نحن لازم نفرق بين الرياضات الترفيهية والرياضات لا يخض على حد أننا نطالب بتجسيد المركب الرياضي الضخم لأن الجميع استنوا فيه ولكن هذه حسب اعتمادات وقدرة الدول على إنجازه بينما البلدية بإمكانها أن تجسد والله كما قلوا تنشئ الملعب الجوارية إلا أن هناك مشكل في الملعب الجوارية رأي بعض الملعب الجوارية صبت إزعاج للمواطنين وبتالي بين الأحياء كما قلنا تكون بين الأحياء بين حي وحي حي كبير يعني تكون حدائق تضم الرياضة تضم الترفيه تضم الناس للنساء يروحوا ثم يترفقوا يعني فيها كل شي البلدية بإمكانها كذلك إنشاء هذا الملعب ولكن كذلك تيرنتينيز ما نبقى شغير في الليماتيكو تيرنتينيز للعائلة رأى كين اكتظاظ في العمارات في كلش بينما الأمور هذه الترفيهية والرياضية رأى نقصها بزاف وبتالي وأنا قلت لك من قبل بللي مخططات شغل الأراضي مهمة جدا هي اللي راح تنظم الحياة الاجتماعية تنظم أمور هامة جدا باش نقدر نقصوا هذا كما قلوا رفعوا على الشعب ونقصوا الضغط ونرفعوا من المردودية تعالى المواطن باش يعيش بيعيش في السرس كينما يدين اللي جانب عندهم يقدروا موتوكروس في الزنادية الزنادية مزالة لدك على الأقل سيدين يدين بموتوكروس اللي يلعت سواء موتوكروس أو سيكلوكروس سيدي الممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما هي الخطوط العريضة التي تطرق لها برنامجكم فيما يخص قطاع الرياضة والله نقول نكون صريح ورؤية نتعنى في التجمع الديمقراطي نقول لا بد لا بد من إعادة النظر في نمط التسير لأن وبكل بساطة الناس كل تشهد بالدولة استثمرت في هذا الميدان استثمرت بعضها ولكن دائما كان احتياجات نطرح السؤال وسؤال بريء هل المشكل يكمن في عدم رؤية واضحة فيما يخص التسير هذا المرافق الرياضية أو احتياجات المواطن فيما يخص إنجاز بعض بعض الليترا سجر ماتيكو أو لا أنا نظن في سياستنا على مستوى حزبنا لا بد إعادة النظر في نمط التسير نتكلم عن المناجمنت استراتيجيك لازم ننظر البلدية وكأنها مؤسسة اقتصادية فيها الجانب الاجتماعي حقيقة ولكن لا بد من إعادة النظر كما قلت ساليفا في كيفية التسير كيفية 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 مؤسسة أنا نظن عندما نقف على بعض الحقائق من خلال مراجعة كيفية تسير هذه المرافق نظن تبقى احتياجات المواطن على كل حل وهي جد منطقية وجد هنا في تصورنا سنجلب سنذهب لحالة بحالة يعني قال كان احتياجات في حي معين سندخل ونسجل عملية فيما يخص إنجاز ملعب جواري أما فيما يخص الملعب المهترية هنا نظن والأمر جد بسيط إعادة تأهيل هذه الفضاءات من أجل وصول إلى مردودية أكثر من حيث الاستعمال انتهى وقتك سيد سيدي الممثل عن حزب صوت الشعب ما هي النقاط التي وقفتم عليها خلال برنامجكم والتي تعنى بقطاع الرياضة شكرا المدينة التي في ثانيها فرق تاريخية مثل يسماس ساس يلونطونت وعندها مثال للجال مروا على هؤلاء الفرق مجهدين وشهداء وزرعوا البسمة على مر التاريخ لا بد أن تكون مدينة رياضية بامتياز الفرق بين رياضة النخبة التي تحرك ديناميكية المدينة والتي تجعل من رياضة مجال استثماري كباقي المجالات والتي لا تجعل من الفرق هذه تعتمد على إعانة الدولة فقط وبين الرياضة الترفيهية والشبانية والتي فاقتقدت معالمها على مرة سنوات هذه كان عندنا السيكليزم كان عندنا البوكس كان عندنا التينيس كان عندنا كل الرياضات الجماعية ما بقاش غير رياضة الفوت المشكل أن الأحياء أصبحت أحياء عبارة أحياء دورت وارل ما كانش نظرة جمالية فيها أصبحت المخدرات جهارا نهارا هذا الشاب هذا الذي تستطيع كما قلت تمبلل لجوني تاو برياضة بأي رياضات هذه تزرع النوادي الثقافية والرياضية في المنتجعات الموجودة التي تعطي الحياة لهذه الحدائق التي أصبحت حدائق ميتة هنا كل هذا الشيء يجعل من مدينة مدينة سطيف تستعيد بريقها وتصبح مدينة مثالية وهذا ما نتمنى لأننا في الفعل نحب الوطن وجئنا لخدمة الوطن لا غير شكرا شكرا لك سيدي انتهى الوقت وانتهت المناظرة مشاهدين الكرام استمعتم إلى العديد من الأفكار إلى العديد من البرامج التي يحملها المترشحون الخمسة تبقى قناعاتكم هي التي توجه اختياركم نحو من يقود القاطرة المجتمعية نحو السداد والرقي السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة